أهلنا حبانا مشاهدينا تحية المحبة والنعمة والسلام لجميعكم اليوم رح أتكلم عن ما الذي يميز معجزات المسيح دائماً منسمع معجزات كثيرة من هنا وهناك وطبعاً أغلب وأكتر معجزات نسمعها عن شخص الرب يسوع المسيح الحي إلا ما زال يعمل المعجزات حتى يومنا هذا والغرض من هذا طبعاً التأمل البسيط مش أتكلم عن أسماء المعجزات وكم من المعجزات لكن أنا عاوز أقول بعض الأشياء اللي بميز معجزات المسيح آملاً أنه فعلاً تقرأ الإنجيل المقدس العهد الجديد وتشوف كم الهائل من المعجزات اللي أجراها الرب يسوع المسيح في خلال ثلاث سنوات خلال ثلاث سنوات فعل معجزات لم يفعلها أحد دعنا أحكي عن أيه اللي بميز هذه المعجزات هذه المعجزات تحدث قوانين الفيزياء هذه المعجزات تحدث قوانين الكيميا هذه المعجزات تحدث قوانين الجاذبية هذه المعجزات خارقة جدا معجزات إيمان معجزات كل أنواع الشفاءات معجزات غفران غفر الخطايا هذه المعجزات تعبر أن المسيح هو مصدر الحياة مش بس تخطى الفيزياء والكيميا والجذبية اخترق الجدران المغلقة هذه المعجزات كانت أمام الجميع كانت علنية كانت بمرأة جميع الناس كانت فورية مباشرة يعني ما في أي شك في أي معجزة مولود أعمى فتح عينيه أمام الجميع شخص ميت أقامه من بين الأموات أمام مرأة الجميع أو شخص أعرج أو أبرس إلى آخره كانت تتم المعجزة أمام الجميع فإذن المعجزات كانت فورية كانت علنية كانت أمام جميع عيون الناس ثم معجزات يسوع المسيح دايماً إلها قيمة دايماً إلها معنى ما في معجزات غامضة كمثلاً حليب بيطلع من تمثال بحسب أنا سمعت هنا في تورونتو يعني جماعة البوذيين وهكذا يعني معجزات أخرى كثيرة اللي ملهاش قيمة ملهاش معنى ملهاش أهمية بيتكلموا عن معجزات لكن هذه المعجزات لم تغير أو تؤثر في الناس لكن معجزات المسيح كانت معجزات محبة معجزات نعمة معجزات رحمة معجزات حنان ورأفة وشفقة على الناس كان بيهتم بإحتياجات الناس بغض النظر النفسية الجسدية العقلية والروحية أيضاً ثم معجزات اللي بيسود فيها على الزمن معجزات بيتسلط فيها على الطبيعة على الموت معجزات تظهر أنه هو الخبز الحي خبز الحياة معجزات تظهر أنه هو نور العالم معجزات تظهر أنه هو القيامة والحياة وهذه المعجزات مثل ما ذكرت أنه ما تكلم شيء ما فعله فعل وتمم أقواله بأفعاله هذا الشيء اللي بميز يسوع المسيح ثم أحبائي معجزات على الشياطين على الجن على الأرواح الشريرة على السحر على العرافق كل هذه القوات كانت تجرى باسم يسوع وهذه المعجزات أيضاً كانت الناس تشوفها بأم عيونها كان عنده قوة على العالم الروحي عالم الشياطين ثم كان عنده قوة على عالم الحيوان السمك الوفير اللي كان بيستضوه التلاميذ حتماً عنده السلطان والسيادة المطلقة الكاملة على الحيوان وعلى النبات وعلى الشياطين أيضاً معجزات متنوعة معجزات متعددة جداً طهر الأبرص رد بصر الأعمى معجزات خلق شفى العرج أشبع الآلاف هذه المعجزات مثل ما ذكرت كانت كثيرة العدد متنوعة كان بيستخدم أحياناً اللمس وحياناً كان بيتكلم كلمة وحياناً معجزات بصمت بدون كلمة كان يجري المعجزة بوضع اليدين معجزات من بعد من مسافات والشيء اللي مميز هذه المعجزات أنه هذه المعجزات استمرت في حياة التلاميذ بعد صعود المسيح وإرسال الروح القدس هذه المعجزات الكثيرة والمتعددة موجودة في الأنجيل أنا بدعوك أنك تقرأ الكتاب المقدس فعلاً مش عن تحيز وتشوف هذه الشخصية العظيمة شخص بيخلق شخص بيغفر الخطايا شخص بيشفي من مسافات شخص بيتكلم بكلمة بدون ترديد كلمات أو يستعين بأي شيء يقول للميت لك أقول قم من هو هذا الشخص الرائع الفاذ الفريد ثم خليني أختم أحبائي واحدة من أقوى معجزات المسيح هي معجزات الخلاص كيف يستطيع أن يغير إنسان في الخطيئة مظلم خاطئ خلص الزنا خلص العشرين خلص أشر الخطاة نعم إنها معجزات الخلاص وهذه المعجزات جعل من الإنسان خليقة جديدة مولود ولادة روحية وانتقل من الظلمة إلى النور ومن الموت إلى حياة كان عايش بلا أمل بلا رجاء بعيد كل البعد لكن صار عنده رجاء رجاء الحياة الأبدية هذا جزء بسيط جدا مذاق عن معجزات وكم المعجزات الهائل عن نوعيتها وتعددها أنا بدعوك أنك تقرأ كلمة الله في الإنجيل المقدس وصوف تندهش من سيادة يسوع من سلطان يسوع من حكمة يسوع من تميز يسوع بالعمل الخارج وأنا متأكد لابد أن تصطدم بيسوع وفعلا يجري معجزة تحرير من العبودية إلى الحرية من الموت إلى حياة من الظلمة إلى النور أنا بصلي من كل قلبي أن اليوم تتعهد ممكن أطلب منك تقرأ بشارة لوقة إنجيل لوقة مش كبير كتير 24 إصحاح فإقرأ هذا الإنجيل وبتدرس سيرة حياة يسوع المسيح من ولادته حتى صعوده إلى السماء إذا رب باركك بحب كمان تكون خادم معنا وشاهد معنا إنك تعمل شير وعاوز أشجع كل شخص عنده مشكلة عنده طلبة صلاة احتياج للصلاة على فقرة أنا مش بعمل لوحدي لكن بشوف كل الطلبات وبشوف الرسائل اللي بتوصلنا الرب باركنا في تيم في فريق عمل ممسوح من الرب ما عنده أي شغل إلا يمجد الرب وفعلا تتميز بالسرية التامة عندنا أخوات وإخوة اللي رح يردوا على أسئلتك ويصلوا معاك أيضا ويقضوك في إنك تنمو وتنضج روحيا الرب يباركك اشتركوا في这